سالم باشا الباشا يقف على الحيط نعم الباشا يقف على الحيط كده الحال يعني خرجت أحلام 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 استضمت بالواقع وقفت على الحيط ليه عقاب لفت انتباه أو تمرير وقت والله أنا ما بحب يعني باش لكي أقف دائما في الحيط لأنها ليست بنظرة وعندما الناس بتنظر للحاجات دية ليست يعني أنا ما حبش الحاجات دية يعني في كتير من الوقت أفضل أني أكون في البيت ولا أخرج أنا في الليل يعني بصراحة أنا عايش مع التوقيت الأمريكي أخرج في الليل وبدخل أنام على الساعة الرابعة يعني في الليل أو الخامسة يعني من أي ساعة لأي ساعة بتوقف على الحيط عندما لا يكون أناس كتيرين حتى لا أجرب النظر أيوه يعني ساعة ساعتين ممكن ثلاثة حسب النهار وإذا الناس شاهدتك لماذا بتحب تلفط نظر ليس بالشيء الجميل حتى ينظر الناس بأن من درس وأتى بشهادات يكون هذا هو مصيره يعني لست بصورة جميلة شو هي الأحاديث اللي بتدور بينك وبين بقية الحيتيست شو بتحكم شوفناكم بالرابورتاج نعم وقفين مع بعض غالبا أنا لا أتحدث وفضل السكوت فالصمت وحكمة وأحيانا يعني بدنا نتكلم عن حاجات مينة حاجات كذا حاجات كذا شو هني هالحاجات كده وحاجات كده يعني إحنا بنتكلم على كل شيء يعني بتشوفوا الناس عم تمرو بتصيروا بتحكوا عليهم كتير الناس كلها بتكون رايحة عارفة وجهة سيرة عارفة وين واصلي أيها أنت سالم باشا هل عارف وين رايح لا والله أنا منذ أن أنهيت الدراسة لم أعرف إلى أين أنا باهم يعني حتى طول النهار وأنا أفكر إلى أين أذهب إلى أين يعني ما هو المصير ما هو ما هي النهاية ما هي يعني أسئلة كلها عندك أسئلة بدون أجواب بدون أجواب مين بيجيوب عنها والله أفكر في نفسي وأقعد أهس مين بيسمع لك لا حين ما يسمع الحيت بالطب بيسمع لك لا يا أخي لا ما بيسمع لك ما بيسمع هل ضجر منك الحيت عم يعني هل الحيت ضجر من الحيت لا، لا، تبقى لك بالتكيق عليه طبعاً دجير من الحيتيست لا يقدر، لم يكن لديه ميولات لم يكن لديه أي شيء سالم، أنت واقف على الحائط والوقت يمر والوقت يمر والوقت يمر بس لماذا لم تتخطى الخط الأحمر والله في حاجات تجذب الواحد لم تتخطي الهون أو الهون بصراحة وكل يوم قدامي حشيش قدامي شراب قدامي خمر يعني كل شيء هذه الحاجات تأتي بدون تمن لكن ربنا التكاة على الحائط كل نهار تجعلك توقع بأحباط كبير لماذا لا تطلع من هذه الأحباط نحن نبحث عن الحل ما هو الحل نحن نبحث عليه لو كنت أعرفه لما أتيت إلى هنا هل الحل هو العمل بالطبع إنسان كل يعني كل النهار ما عنده الشغل يعني حيجن بس البطالة سبب من عزر نعم ليست عزر البطالة هي سبب ولكن ليست عزر لماذا دائما أتحجج بالبطالة يعني والله هذا هو السبب أنا أظن أنها السبب يعني حتى علماء النفس وكثيرين المفكرين يرون أن البطالة وعدم الشغل هي حاجة تجعل الإنسان يكون في إحباط يكون في يأس حتى أن دراسة يابانية انتهت إلى أن الشيوخ يجب عليهم أن يشتغلوا وإلدتوا نفسهم عشان كي لا يمرض نوع من المرض هو الفراغ لماذا لا تستثمر وقت الفراغ بطريقة إيجابية يعني هوايات ما عندك هوايات ما بتحب تعمل شيء فيه هوايات فيه كثير حاجات بنعملها بس أنت ستظل كل يوم أنت تقرأ تقرأ ما يدهوي جريدة كوب قهوة وسيجارة في ساعة و ساعة و نص وخلاص هذه الأربع أشياء اللي أنت بتعملها جريدة وسيجارة وقهوة والاتكاء على الحائط معقول هالأربع أمور تختصر حيات شاب متعلم بعمر 28 سنة والله ما لي إيجاب لماذا أنت محبط على حالي بس تعرف شو بقول رشيد طه والله ليست لي ليست لي بقول أنا حتيست وقلبي مهوش تريست قلبي مهوش حزين لا الحمد لله انت حتيس و حزين لا كل شيء كويس والحمد لله نحن يعني بنرضى مكتوب ربنا يعني إذا عجبكم الفيديو ضغطوا لايك وشير ولما زيدنا الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبة الرسمية تورن اون نوتيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة القناة تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا